بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم أعزائي طلبة قسم الحديد المشهول للإنشاءات المعدنية أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من حلقتنا اللي بنتدارس فيها مع بعض المنهج الجديد في مطلع سنة جديدة في الأول أحب بس أتكلم معاكم عن إزاي نكتاز مع بعض كل وحدة من الوحدات وقبل كده لازم ننوه مع بعض عن نظام التعليم الجديد نظام التعليم الجديد هو بقى عبارة عن نظام وحدات وكل وحدة بتبقى شاملة مجموعة من المعارف وشاملة مجموعة من المهام العملية بيتم تنفيذها وبعد كده بيتم تقييمك كطالب وبنشوف أنت اكتزت المهام المطلوبة في الوحدة دي ولا لأ عايز أقولك أن النظام الجديد بيختلف تماما عن النظام القديم يمكن في النظام القديم مهما غبت فأنت فيه امتحانات شهرية وامتحان ترمي أول وامتحان ترمي تاني يمكن ده بتتعوضه شوية لو غبت مثلا كاميوم وربعة لكن في النظام الجديد واللي بيعتمد كليا على نسبة حضورك وعدم الغياب هنلاقي أن النظام ده كله عبارة عن مخرجات يعني كل واحدة هتلاقي مجموعة من المخرجات اللي بتتضمن مجموعة من المعارف وكل مخرج بيبقى له امتحاناته فلا يمكن أبدا هعجي ولا هكتازي الامتحانات دي إلا إذا كنت بحضر باستمرار يعني منتظم في الحضور انتظرنا في الحضور ده بيعني حاجتين إن أنا بتلقى المعلومة تمام وفي نفس الوقت إن أنا هحضر الامتحان بتاعها وبالتالي هكتاز بإذن الله طالما تلقيت المعلومة وتعلمتها ونفستها مع المدرس بتاعي يبقى أنا هكتاز الامتحان بتاعه كل مخرج زي ما قلنا يمكن المخرج ده يتدرس في أسبوع ممكن يتدرس في عشر تيام ممكن يتدرس في أسبوعين كل مخرج بيبقى له مجموعة من الامتحانات بتاعته فلو في عندي عدد من المخرجات في الوحدة وليكن مثلا أربع مخرجات في الوحدة زي الوحدة اللي احنا هنتكلم عليها دل الوقت هلاقي إن لكل مخرج مجموعة من الامتحانات بتاعته أو مجموعة من الدلائل اللي احنا بنجمعها بنقول إن حضرتك دي دليل على إن حضرتك امتحانت واجتزت وحصلت المعرفة وعملت المهرات العملية اللي على هذه المعارفة طيب يبقى بالتالي موضوع إنك تغيب أو موضوع إنك ما تحضرش تدريس المخرجات أو ما تحضرش الامتحان فده معناه عدم اجتيازك للامتحان وفي النظام الجديد للتعليم عندنا في التعليم الصناعي موضوع الجدارات في تقييمه بيتم كالآتي بيتم تدريس المخرج ويتم عمل المهرات اللي عليه ويتم تقييم تم تقييم سواء بقت تقييم معرفي في تساؤل في أدل التساؤل أو تقييم المهاري في تنفيذ المنتجات أو تقييم كان ملاحظة لو إن المخرج اللي أنت بتعمله ما يتقييمش غير بملاحظة أنت عملت إيه أو سلوكك كان إيه وإنت بتدرس المخرج ده طيب في التقييم أنا عندي تقييم بيتم أول مرة بعد تدريس المخرج مباشرة في نهاية تدريس المخرج بيتم عمل تقييم طيب التقييم التاني التقييم التاني لو أنا ما اكتستش في حال في حال إن أنا ما اكتستش تقييم الأولاني مثلاً لأي سبب من الأسباب رصبت ما اكتستش بند من البنود بيبقى فيه تقييم تاني في خلال أسبوع يعني إيه في خلال أسبوع يعني في مدة لا تتجاوز السبع تيام يعني في خلال الست ايام اللي بعد التقييم الأول لازم أروح للمدرس أقول له أنا جاهز للتقييم أو هو إذا كان بيحدد معادل التقييم التاني إذا كان أكتر من واحد بيحدد لهم معادل التقييم التاني ويبدأ يقيم الناس في التقييم التاني الناس اللي رصبوا أو اللي رصبوا أو لم يكتازوا الامتحان الأول طيب لا قدر الله إذا واحد من اللي ما اكتزوش التقييم الأول رصب في التقييم التاني يحصل إيه؟ لو رصب في التقييم التاني يبقى بيعتبر كده دخل في برنامج اسمه البرنامج العلاجي إيه البرنامج العلاجي دي؟ يعني هو لو ما اكتزش مخرج أو لم يكتاز وحدة بمثلا أو يعني عدد من المخرجات فيها الوحدة دي ما اكتزش عدد من المخرجات فيها اكتاز واحد وصقت في ثلاثة فبيخش برنامج العلاجي والبرنامج العلاجي بيبدأ ندرسله فيه التلاث مخرجات اللي هو رصب فيها إذا كانت الوحدة أربع مخرجات وهو ناجع في واحد يبقى بنبدأ ندرسله التلاث مخرجات اللي رصب فيها طيب ونبدأ بعد كده نمتحنه ونبدأ نشوف اكتاز أو لم يكتاز طيب إذا لم يكتاز الطالب البرنامج العلاجي وده نادرا ما بيحصل إذا لم يكتاز الطالب البرنامج العلاجي فبيعتبر كده أو لم يحضروا يعني غاب حتى في البرنامج العلاجي بيعتبر كده المادة دي أو الوحدة دي تعتبر ملحق أو دور تاني بيتاخد في آخر السنة لكن في الدور التاني أنا بقيمه في الوحدة كلها رغم أنه هو ناجح في مخرج واحد وصائد في تلاتة إلا أن التقييم في الدور التاني بيتم على طيب يبقى ده نظام التقييم في الوحدات عندنا في برنامج علاجي للترم الأول بما لا يزيد عن وحدتين وحدتين دراسيتين وفي برنامج علاجي للترم التاني برضو بما لا يزيد عن وحدتين طيب يبقى بيتوقف نظام التعليم في منظومة الجدارات رقم واحد على حضور الطالب رقم اتنين على انتباهه وتركيزه مع المدرس علشان يبدأ يستوعب ويبدأ بعد كده يعرف يتملك من المعلومة ويستخدمها سواء في الامتحان أو سواء في تنفيذ المنتج اللي على المعلومات دي الوحدة بتاعتنا النهاردة اللي هنتكلم عليها هي أولى وحدات ترمي الأول للصف الأول الوحدة دي بتتكلم عن الرسم الهندسي والرسم الهندسي يمكن من الكلمة هو رسم لكن بطريقة هندسية المقصود بي ايه المقصود بي هو لغة لازم تكون مشتركة ما بين المهندس وما بين العمال والمشرفين الموجودين علشان يبدأ لما يقول لهم احنا هننفذ المنتج ده يبدأ ينزل لهم الرسم التنفيذي للمنتج علشان ما يبقاش فيه أي لبس في تنفيذ هذه المنتجات لو انا مثلا هعمل جمالون فلازم احدد له بالضبط فين اماكن السقوب في الكاميرات الموجودة عندي لازم احدد له كل شيء لازم احدد له القطع بيكون على زاوية كام لازم احدد له كل العمليات اللي هتتم بشكل ما يكونش فيه أي لبس طيب الشكل ما يكونش فيه أي لبس ده بيعتمد على الرسم الهندسي يبقى الرسم الهندسي ده هو اللغة اللي بيتكلمها المهندس مع المشرفين والعمال اللي تحت ديه علشان يوصلوا ها لإيه لنتيجة ان ما يكونش فيه أي لبس وهم بينفزوا المنتجات عشان ما يحصلش خسائر في الخامات طيب يبقى الرسم الهندسي لما يجي المهندس يعملو بيعملو بشكل ما يكونش فيه أي لبس ما يكونش فيه أي خطأ وبالتالي بيكون شامل لإيه لجميع مظاهر المنتج بتاعي يكون شامل لجميع المقسات يكون شامل لجميع آآ الأشكال سواء كان حجم أو آآ شكل آآ دقيق مقسات أبعاد طول عرض كل ده بيتم بشكل مفهوهش فيه أي لبس طيب يبقى الوحدة الأولانية بتاعتي بتتكلم عن الرسم الهندسي تعالوا بقى نشوف مع بعضي كده إيه هو الرسم الهندسي وإيه هي الأدوات اللي المفروض إنها بتساعدني في عملية الرسم الهندسي أول حاجة عندي إن مفهوم الرسم الهندسي إن بيقول إن هو اللغة اللي بيستخدمها المهندس تمام علشان يعبر عن اللي هو عايزه من العمال أو اللي هو عايز العمال يعملوه في عمليات التصنيع المختلفة تمام وده بيه بقى بطريقة ها تمكن العمال والمشرفين من الفهم الصحيح تمام والتصنيع ها والتطوير في إيه بحيس يحتوي هذا الرسم في المنتج بحيس يحتوي هذا الرسم كافة صفات المنتج يعني ما يبقاش فيه أي حاجة في المنتج غير معلومة كل حاجة معلومة في الرسم اللي إيه اللي نازل من المهندس للمشرف ومن المشرف للعمال سواء بقى من حيس مظهر الشكل أو مظهر المنتج حجمه مقاساته أطواله وعوارده مقاسات الصقوب اللي بتبقى موجودة فيه كل ده بيتعامل من خلال الرسم الهندسي طيب للرسم الهندسي هدف وزي ما قلنا كده من الشرح إن الرسم الهندسي هو هو توصيل المعلومات الأساسية اللي بتمكن المصنع من إنتاج المنتج يعني بتمكن الراجل الصانع ده من إنه ينتج المنتج بتاعه بشكل إيه بشكل سليم وصحيح طيب الرسم الهندسي زي ما قلنا ها هدفه تاني إن اللغة دي بتستخدم بين القائمين على الصناعة يعني بتستخدم بين المهندسين وبعض والمهندسين والمشرفين والمشرفين والعمال طيب كل ده كل ده من أهداف الرسم الهندسي طيب بيبقى الرسم الهندسي مهم ولا مش مهم بالتأكيد مهم علشان نشيل أي لابس ها بإيه ممكن يحصل في عمليات الإنتاج والتصنيع طيب إيه هي أدوات الرسم الهندسي الرسم الهندسي ليه أدوات بنستخدمها علشان نحصل على رسومات دقيقة طيب وعلشان كده فإن التعرف على هذه الأدوات ده شيء مهم جدا إن احنا نتعرف في بداية عهدنا بالرسم الهندسي نحنا نتعرف على هذه الأدوات وعلى طرق استخدامها ده حاجة مهمة جدا للي هيقوموا بعد كده بعمليات بعمليات الرسم الهندسي طيب الأدوات اللي أنا هستخدمها في الرسم الهندسي هي أدوات كتيرة ومختلفة في الوظائف بتاعتها يعني كل أداء ليها ليها وظيفة والوظائف بتاعت كل أداء زي ما قلنا بتختلف عن أداء أو من أداء للتاني طيب فبنقول إن الأدوات زي ما قلنا كتيرة ومختلفة الوظائف علشان كده التعرف على هذه الأدوات وعلى إمكانية استخدام كل أداء منها هو أول حاجة يجب إن أنا أتعرف عليها حتى يبقى حتى أتمكن تمام من استعمال أو حتى أجيد استعمال هذه الأدوات بطريقة صحيحة وسليمة ليه بقى للحصول على رسم دقيق وبأقل مجهود وبأسرع وقت طيب إيه هي الأدوات أول حاجة من أدوات الرسم الهندسي هي لوحة الرسم الخشبية طيب إيه لوحة الرسم الخشبية بيقول إن اللوحة لوحة الرسم هي إحدى الأدوات الأساسية للرسم الهندسي يعني يعني لازم يكون قدامي لوحة من الخشب علشان أعمل الرسم بتاعي وممكن اللوحة دي طبعا بتستبدل حاليا بالصناعات المتطورة اللي تمت ممكن تبقى لوحة من البلاستيك ممكن تبقى عليها طبقة من الإزاز كل ده وارد لكن لازم يكون قدامي لوحة مستوية لوحة أقدر أرسم عليها بدون ما يكون السطح بتاعها بيمسلي عوائق أثناء الرسم طبعا اللوحة الخشبية هي اللوحة الدرجة في الاستخدام في المدارس الصناعية تصنع الألواح دي أو الألواحة الخشبية يعني من خشب الحور وهو خشب من الألواحة المجمعة بجوار بعضها وبيكون عليه طبقة من الأبلكاش أو طبقة من الفرمايكا طبعا بيجمع الألواح دي مع بعضها خشبتين بيتثبتوا من تحت بمسامير ألوز وطبعا اللوحة دي ممكن تكون لوحة خشبية موجودة وثبتة في الدسك بتاعي وممكن لو هي ثبتة في الدسك فاللوحة هيتلاقيها بتنزلق على وردات نحاسية مستطيلة ويجب أن تكون أو يجب أن يكون للوحة سطح مستوي وسطح أملس خالي من الشروخ والعيوب السطحية اللي ممكن تأثر على الرسم بتاعي طبعا متخيل لو أن فيه تحت اللوحة اللي أنت بترسم عليها فجوة ده ممكن يحصل طبعا هيعيق مثلا الرسم لو أنا مثلا عائق الفجوة دي تحت مركز دايرة أو تحت نقطة أنا باخد فيها زاوية كل ده طبعا هيبقى عائق للرسم بتاعي كمان لازم تكون زوايا اللوحة الخشبية زوايا قائمة ليه زوايا قائمة يعني ما تبقاش مثلا اللوحة الخشبية على شكل شبه منحرف أو على شكل متوازي أضلاع طبعا ده ما ينفعش لازم تكون اللوحة الخشبية جميع زواياها زوايا قائمة ليه بقى علشان أضمن أن المسطرة حرفتي اللي هتتحط عليها هتبقى دايما وغدى الخط من أول نقطة لآخر نقطة في اللوحة على استقامة وتوازي واحد وفي اللوحات الخشبية الجايدة تلاقي أنه بيضاف لنحية منها شريط من الأبانوس عشان يسهل تلوع ونزول اللوحة الخشبية عفوا المصدرة الحرفة على اللوحة الخشبية كمان بيكون تام الاستقامة علشان يبقى سهل تحريك المصدرة عليه بشكل مستقيم يبقى من أول خط في اللوحة لحد آخر خط يعني مثلا زي ما انت شايف كده من أول خط في اللوحة هنا لحد آخر خط هنا في حد آخر نقطة في اللوحة الخشبية من أول نقطة لحد آخر نقطة لو أنا حطيت المصدرة في أي حتة هاخد خط موازي لإيه لبعضه من أول خط لحد آخر خط طالما إن الزوايا بتاعت اللوحة الخشبية كلها قائمة طيب عظيم يبقى احنا كده اتفقنا إن اللوحة الخشبية بتصنع من ألواح من الخشب بتم تجمعها من أسفل بخشبتين بمسامير الألووز وبتغطى بطبقة من الأبلاكاش النعم أو الفرمايكا النعمة وبتكون زواياها قائمة اللي احنا شايفينه زي ما انت شايف كده دلوقتي دي اللوحة الخشبية طيب ازاي احافظ على اللوحة اللوحة بتاعتي يعني ازاي احافظ على لوحة الرسم بتاعتي اول حاجة لازم احافظ على حافة الايه حافة اللوحة يعني طرف اللوحة لازم دايما احافظ عليه ولذلك ممكن اننا اجيب اطار معدني من الألمونيوم ابقى دايما حاطت الايه حاطه على ايه على هذه الحافة كمان ممكن وانا بخزن اللوحة ما خزنهاش او اركنها بشكل وهي واقف وهي بشكل رأسي على الاحرف بتاعتها او بالذات لما يكون فيها حرف ابانوس يبقى لازم الحرف ده ما يبقاش الاسفل او على الارض علشان ما يتجرحش او علشان ما يتكسرش رقم ثلاثة في طرق الحفاظ على لوحة الرسم ان انا ما اكتبش عليها بالاقلام يعني ما اكتبش عليها ابدا بالألم سواء بقى ألم جاف او ألم رصاص اللي هو بالسن الحديد بتاعه وده علشان ما عملش حفر غائرة على الابلكاش او طبقة الابلكاش او الفرمايكا الموجودة عليها وبالتالي تبقى دي عيب موجود عندي في اللوحة ما ممكن يخليني او يسبب عدم الرسم الدقيق اثناء عملية الرسم الهندسي كمان ان انا وانا بستخدم الالات القطعة لو انا مثلا هقطع اللوحة ورق ما استخدم اللوحة الخشبية بتاعتي كمسند وانا بقطع يعني ما حدسش اي خدوش او اي خطوط غائرة على سطح اللوحة الخشبية سواء بقى كان بالسنون المعدنية زي ما قلنا او بالالات اللي انا بستخدمها في قطع اللوحة الورقية طيب عظيم يبقى دي اللوحة الخشبية وقادي طرق الحفاظ عليها دي بعض اشكال للوحة الخشبية مثلا دي ترابيزة مهندس والترابيزة دي طبعا بتسهل كتير جدا في عملية الشغل منها ان انا بقدر اعملها على اي زاوية يعني بميلها على اي زاوية علشان اقدر اريح ظهري او اريح نفسي شوية وانا بعمل عملية الرسم ممكن بقى تكون من الخشب ممكن تكون من الزجاج ممكن تكون من البلاستيك المقوى البرسبيكس يعني الواح البرسبيكس كل ده ممكن يتعامل منه الالواح اللي انا برسم عليها رقم اتنين لوحة الرسم الورقية ولوحة الرسم الورقية عندي منها يعني اولا لما ليجي نعرفها ورق الرسم هو ورق بيتم معالجته بحيث ما يتقطعش عند الرسم يعني يبقى ورق سميك ما يتمزقش لما يجي اخد خط بألم قاص شوية او ألم حاد او لما يجي اعمل محو للخط ده يبقى لوحة الرسم الورقية لازم تستحمل تمام عملية الرسم وتستحمل كمان عملية محو محو الرسم عن طريق الاستيك لو استخدمت الاستيك يبقى اللوحة ما تتقطعش وبالتالي فهي بتكون لوحة سميكة كمان بتقاوم التكسير عند ده طيعة يعني السطح بتاعها ما يكسرش لما يجي اطويها طبعا انا لما يجي ارسم واروح مثلا بالرسم بتاعي للمدرسة بتاعتي او الكلية بتاعتي ان شاء الله لما ربنا يكرمكم هتلاقي مطاق يعني هتلاقي نفسك مطالب انك تمسك اللوحة تطويها طب الطي ده هيعمل ايه فيها هيكسرها ولا ها ها ممكن يسبب لها تمازق وبالتالي لازم استخدم ورق مقوة وخاص لعملية الرسم طبعا يمكن من اشهر اوراء الرسم اللي بتستخدم مش عارف ده يكون هو يعني هو ورق النصبيان او ورق الكنسل او كانسل الاول بعد كده النصبيان نيجي بعد كده من مميزات لوحة الرسم الورقية انها كمان لازم تتشرب الحبر يعني افرض ان انا رسمت وخلصت الرسم الرسم ده انا عايز احبره اعمله عمليه التحبير يبقى الحبر بتاعي لازم لما اجي اعمله على الرسم لازم لوحة الرسم تتشرب الحبر كمان تقاوم عدم انتشاره او تسريبه للايه للنحية الاخرى من سطح الايه من سطح اللوح يعني ما تخلوش يتسرب لليم التانية من سطح الايه من سطح اللوح متخيلين بقى سمك الورقة بيبقى عامل ازاي لو انت جبت لوحة رسم مظبوطة هتلاقي سمك الورقة فعلا بيقاوم الحاجات دا مش بس سمك الورقة دا سطح الورقة كمان لازم يكون سطح خشن شوية مايبقاش ناعم املس وده ليه علشان يبدأ القلم الرصاص يأثر فيه بخطوطه طيب او يمكن كده بنقول كده ويكون سطح ورق الرسم خشن حتى تظهر عليه خطوط الرصاص بصورة جيدة وواضحة طيب دي المقصود بلوحة الرسم الورقية ايه هي بقى ابعاد ومقاسات لوحة الرسم الورقية هي اللوحة لها ابعاد طبعا تعال نشوف الابعاد دي شكلها عامل ازاي قبل الرسم اللي قدامك ده ده كده عبارة عن رسم للوحة كبيرة ما تقطعتش شايف كده او كل ده عبارة عن ها لوحة هي كبيرة ها لم ايه لم تقطع اللي هو ايه زيرو اللي احنا شايفين ايه زيرو ده طيب امال ايه وان ده ايه ايه وان ده اللي هو نص ايه زيرو يعني شايف كده الخط ده خط ده كده ده اللي هو ايه وان يعني ده ده كده اللي انت شايفه ده اهو ده كده اهو ده كده اهو شايف لحد هنا كده كل ده كده ده ايه وان امال ايه زيرو اللي هو فين ايه زيرو اللي هو من اول ها الحفة لحد اخر الحفة هنا وانزل كده ده كل ده A0 A1 هو نصه بالزبط طب A2 هو ربع اللوحة يبقى A0 لوحة كاملة A1 نص اللوحة A2 ربع اللوحة تمام A3 هو نص ربع اللوحة يعني الـ A3 هو نص ربع A نص ربع اللوحة وده يمكن احنا بنستخدمه الـ A3 ده في عمليات الرسم علشان بتقابلنا برضو او حجم الـ الـ A3 ده علشان بيقابلنا آآ يعني مشكلة في ان احنا ازاي ندخل أو نص ربع اللوحة ده فيه او ربع اللوحة الكامل ده فيه الفايلات البلاستيك وبالتالي بستخدم الـ A3 علشان يخش جوة ربع اللوحة او عفوا جوة الفايل البلاستيك بتاعي. تمام? اللي هو ايه? اللي هو نص ربع اللوحة. بيتني كده مرتين. تمام? ويستخدم ايه? يستخدم او بيتني اهو زي كده. ده مقاس ده مقاس ورقة التصوير العادية اللي احنا بنصور عليها في مكان التصوير. طبعا الاس ري عبارة عن اتنين اي فور. يعني الاس ري ده عبارة عن اتنين من ورقتين ها التصوير ها كاملين. طيب. لما اجا شوف المقاسات بتاعت كل مقاس من دول او كل نوع من انواع اه اه اللي احنا قلناها. ال ايه زيرو وال ايه وان وال ايه طو وال ايه سري وال ايه فور. هلاقي ان المقاسات بتبقى كل اتي. اول مقاس اللي هو ال ايه زيرو طبعا المقاسات بالملي. تعال هنقولها هنا بالسانتي. بيبقى مية وتسعتاشر سانتي في اربعة وتمانين سانتي. ده اول مقاس اللي هو المقاس الكبير خالص. طيب. المقاس الصغير اللي هو اللي بعده اللي هو نصه. اللي هو ايه وان ده. ها ده بيقول لي هنا اربعة وتمانين سانتي الله ده ما اتغيرش في العرض بتاعه. اه ما اتغيرش في العرض بتاعه لكن اتغير في الطول. بقى نص الطول عندي. في كان بقى في تسعة وخمسين تمام? تسعة وخمسين ايه? تسعة وخمسين ونص سانتي. تمام? يبقى هنا ها ما تغيرش في العرض. العرض هو هو. لكن الطول ده هو اللي تقسم اتنين. ده اللي هو ايه وان. طب ال ايه تو? ال ايه تو هنا ها? هيبقى ايه? عبارة عن ايه? هيبقى عبارة عن اتنين واربعين. بدل اربعة وثمانين هنا بقى اتنين واربعين. بقى النص ايه? نص الايه? ها? نص العرض بتاعي. لكن الطول زي ماهو. في تسعة وخمسين ونص تقريبا. ها? الاسري الاسري اللي هو نص ايه تو? هيبقى نفس نفس الايه? نفس العرض. لكن الطول بيختلف. يعني الاسري هنا اهو. نفس ايه? ها? نفس العرض اهو. لكن هنا الطول ايه? نفس يعني العرض ده. هو نفس العرض ده. لكن الطول هو اللي بيختلف. مش هيبقى الطول كامل بقى. اللي هو كام? ها? اللي هو تسعة وخمسين واربعة من عشر. لا. ده هيبقى نص نص الطول ده. يعني كام تقريبا تسعة وعشرين سنتي وسبعة من عشر. اهو. العرض هو هو لكن الطول هو هنا اللي بتقسم. تسعة وعشرين سنتي وكام وسبعة من عشر. طب الايه فور? الايه فور هيبقى هيبقى بيسوي ايه بقى? اللي هو صغير اصغر مقاس. اللي هو ورق التصوير العادي. هنقول هنا ها نص نص الايه? نص العرض ده. تمام? في نفس الطول بتاعي. نص العرض ده يعني واحد وعشرين سنتي في تسعة وعشرين سنتي وسبعة ملي. تمام كده? دي تعتبر مقاسات اوراق الرسم. دي هنا كلها الجدول اللي قدامي ده جدول بيوضح مقاسات اوراق الرسم. طيب. طبعا احنا لما نيجي اه بنشتغل بنشتغل على ايه? بنشتغل على ربع لوحة في البداية. او ممكن بنشتغل على نص ربع اللوحة. اللي هو مقاس الاسري. علشان نضمن ان انا هبدأ اه بعد ما خلص هبدأ ايه? احطه في الفايل البلاستيك وايه? وهيحتوي الفايل البلاستيك بتاعي. لان طبعا الادلة دي اللي انا بجمعها ادلة لازم تقعد معايا التلات سنين. لانها بتتقيم في نهاية التلات سنين. يعني انا مش بنجح بيها سنقولها واقول خلاص انا كده تمام براءة. لا. الادلة دي بتقعد معايا التلات سنين. فلازم بعد ما بتخلص بجمع الادلة بتاعتي بتاعت اجتيازي ل المخرجات بتاعتي والامتحانات بتاعتي. دي مهمة المعلم اللي هو بيجمع لك اه الادلة بتاعت اه شغلك ويبدأ يحطها في الفايلات بتاعتك. طيب تعال كمان نكمل بعد كده وناخد بعد كده بعد لوحة الرسم يبا احنا قلنا رقم واحد اللوحة الخشبية رقم اتنين لوحة الرسم تعالوا بقى نشوف رقم تلاتة اقلام الرصاص اقلام الرصاص الموجودة عندي في عندي منها نوعين نوعين من اقلام الرصاص في الرسم باستردمن في الرسم النوع الاول وده بيبقى عبارة عن الاقلام الخشبية وده بتكون عبارة عن غلاف من الخشب تمام بيغطي سن من الرصاص بداخله سواء كان الرصاص الموجود جوه الخشب ده خفيف وصلب او تقيل ولين طيب وده بيتوقف طبعا على نوع سن الرصاص طب هو سن الرصاص ده ليه انواع طبعا ليه انواع ليه درجات بتتكتب عند نهاية القلم الخشب يعلمتيه كده في نهاية القلم الخشب عند الاستيكا اللي بتبقى محطوطة فيه كده بتلاقي موجود يقيمة اتش يقيمة بي يقيمة اتش بي طيب تعالي ناخد كده ونقول او نعرف الاقلام ذات الخط اه الخفيف او الصلب اقلام الرصاص الصلب ليه سمناها اقلام الرصاص الصلب لان الرصاص هنا ما بينزلش بسهولة بيبقى ماسك ماسك نفسه صلب هارض وبالتالي لما بينزل بيبقى خط خفيف جدا مش باين وده بيستخدم ها في الرسم المبدئي يعني اما اما ابدأ رسم تمام اه عايز اعمل مثلا لوحة فانا ببدأ الرسم البداية الرسم بتاعي بايه بقلم الرصاص اللي هو الاتش و ها اه ثوابعه يعني فيه عندي اتش اتش اتنين اتش ثلاتة اتش اربعة اتش خمسة اتش ستة لحد اتش ستya تمام كل ما يزيد الرقم اللي جانب الاتش كل ما يزيد ها اه الصلابة بتاعت الاي ويه اتش هنا مقصود بيها الصلابة يعني هارض يعني تو هارد سري هارد فور هارد فايف هارد سكس هارد ده مقصود بيه مستوى صلابة الايه صلابة الرصاص واللي بيقول لي بعد كده طالما الرصاص صلب ها او صلب جدا ها ده معناه انه مش هينزل الا خطوط خفيفة جدا وده انا بستغله في الرسم المبدئي علشان لو حصل حاجة اثناء الرسم واقدر امسحها فانا بمسحها بمنتهى سهولة من غير ما اترك اي اثر على اللوحة الورقية بتاعتي طيب عظيم دي اقلام الرصاص الصلبة طب اقلام الرصاص التقيلة او اللينة ها تعال كده نشوف اقلام الرصاص اللينة بتستخدم في اظهار الشكل النهائي ها في المرحلة النهائية للرسم يعني بعد ما عملت الرسم الايه المبدئي بتاعي عايز بقى اعتقل وازهر اللوحة بتاعتي فابدأ اخد الالم الرصاص اللين ده وابدأ ادوس على الخطوط الخفيفة اللي ترسمت قبل كده يعني ابدأ ايه اظهرها بالالم اللين طبعا ده انا بستخدمه في الشكل النهائي ها او في النهاية علشان ها بيصعب المسح بتاعه ما بيتمسحش بسهولة بيبقى سايب اثر وعلامة على اللوحة الورقية الليونة بتاعت الرصاص بتتدرج في تمن مستويات تمام من البي حتى الايت بي يعني مش تو بي او سري بي او لا در حد الايت بي تمانية بي وكل طبعا ما يزيد الرقم جنب البي كل ده ما يبقى دليل على ان ايه ان الرصاص لين وبالتالي هيترك اثر اكبر على اللوحة الورقية طيب وفي عندي اقلام رصاص وسط ايه اقلام رصاص الوسط دي اللي هي اما بين الصلب وما بين الايه وما بين اللين اللي هي بتلاقي مكتوب عليها اتش بي طيب وده بقى بيجمع زي ما قلنا كده ما بين الخفيف والتقيل ويستخدمه المبتدئين تمام نظرا لايه نظرا لا اه انه سهل يتمسح مش صعب يترك اه يعني يعني مش بسهولة يترك اثر على اه لوحة اه الرسم الموجودة عندي الورقية الا اذا اه كنت انا بضغط عليه او بقى انا اه اه بنحت في الايه في اللوحة زي ما بيقول وطبعا ده شيء خاطئ من المفروض ان انا وانا برسم الرسم الهندسي بتاعي انا يدوب ببقى ساند الالم وهو ماشي ما بضغطش ابدا على اللوحة بس ندى الالم عشان اعمل خطوط خفيفة جدا حتى لو في خطأ اه تم ولا حاجة اثناء الرسم ممكن سهل اوي ان انا ازيل الخطأ بمنتهى السلاسة بال اه استيكا او الممحاء الموجودة عندي طيب ده كل ده بيندرك تحت النوع الاول لاقلام الرصاص اللي هو اقلام الرصاص الايه الخشبية النوع التاني لاقلام الرصاص هو اقلام الرصاص الايه ها اللي احنا بنسميها اقلام الرصاص الايه ها الالية ايه الالية دي دي بتبع اقلام رصاص اه موجودة اه 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 الرصاص فيها بتاعها بيبقى موجود بداخل جراب من المعدن او جراب من البلاستيك الطرف الامامي لا الالم بينتهي بقابض قابض بسستة ليه فك مشقوق ودايما الفك ده بيشد الرصاص الى داخل الالم اه من الداخل يبقى انا كل ما بضغط عليه بينزل الالم او سن الرصاص وبعد كده القابض ده بيمسك الالم الرصاص ويشده يخرج تمام و اه يتم اه اه الرسمة بيه طيب عظيم تعالوا نشوف كده كمان نوع تاني من اقلام الرصاص اه اللي هي بيسموها الالية اقلام الرصاص الالية دي دي انا بستخدم برضو هنا الالم رصاص لكن ما بيبقاش فيه سن زي سن الالم الخشب لا ده بيبقى فيه سن رفيع سن الرفيع ده بيبقى برضو عبارة بينتهي الالم من الداخل بقابض تمام والقابض ده هو اللي بيسمح بخروج السن تمام في اه انبوبة معدنية بيخرج منها السن ويبدأ الايه ويبدأ اه الالم اه اه نرسم بيه الرسم الهندسي بتاعي طيب في حالة الرسم بالالم ده انا مش هنا مش محتاج الى تدقيق لسن الالم يعني ايه تدقيق لسن الالم تعالوا نشوف التدقيق لسن الالم ازاي ادقق اه سن الالم يعني ابري الالم وعري الرصاص بتاعه بمقدار تمانية من عشرة ملي تمام وبعدين بحيس كمان يكون المخروط الخشبي اللي وراء السن ده المخروط الخشبي ده تمام مقاسه اتنين واربعة من عشرة سنتي يعني اتنين سنتي لحد اتنين ونص ايه لحد اتنين ونص سنتي وبعدين نبدأ بعد كده نقول اه ازاي ندقق الالم او السن الرصاص بندقق السن الرصاص عن طريق ايه عن طريق استعمال شريط من ورق السنفرة زي الموجود ده قدامي كده وبلزق الشريط ده على قطعة رقيقة من الخشب علشان ابدأ احد او اسن عليه الرصاص بتاعي طيب بعمله ازاي بقى ببدأ اه امرر السن الرصاص على اه اه السنفرة اه بشكل اه دائري تمام او بشكل وانا بدور الالم تمام بحيث ان هو يتم سنفرته وتدقيقه من ايه من جميع الجهات كل ده بيخليني او بيخلي بيخلي الالم الرصاص الموجود عندي ها بالشكل ده بيخليني احصل على اي سن الالم الرصاص بالشكل اللي انت شايفه ده بعد كده ببدأ اعمل ايه ببدأ اجيب قطعة من القماش تم مسحل سن الالم الرصاص بقطعة من القماش او بمنديل ورق لازالة برادة الرصاص علشان اضمن نظافة الايه علشان اضمن نظافة اللوحة اه ونظافة الايه الرسم من اه هذه البرادة لان طبعا برادة الرصاص عبارة عن الرصاص والرصاص لو نزل على اللوحة الورقية الفتحة تعادة ما بيكون بيضة اللوحة طبعا هيبدأ يخلي شكلها اه مش اه اه ظريف خالص وبالتالي اه 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 انا كده خسرت مظهر شكل اه الجمالي للرسم بتاعي طيب ده المقصود بطريقة تدقيق الالم الرصاص يبقى في حالة الالم بقى دوت اللي هو سنون ده السن اللي هو نص ملي دوت ده انا باستخدمش يعني شايف هنا السن اه السن ده في حالة الالم ده انا باستخدمش بقى هنا تدقيق لإيه للسن لانه هو نفسه عبارة عن نص ملي يعني هتدقق فيه تاني فباستخدمه بشكل مجرد ما يخرج باستخدمه على طول في رسم الايه في رسم اه الرسم او المنتجات اللي انا عايز ارسمها في الرسم الهندس ازاي احفظ على الاقلام الرصاص علشان احفظ على اقلام الرصاص بتاعتي لازم الاول يبقى فيه مكان او علبة خاصة لاقلام الرصاص علشان احفظ على سنون ايه سنون الرصاص بتاعتها حادة زي ما هي يبقى لازم بعد ما اخلص الايه الرسم احطه فيه علبة من الصاج تمام او الالمونيوم بحيث ان العلبة بتاعته تحافظ على السن وما تسببش فيه فيه كسر رقم اتنين ان انا بحافظ على سن الالم اثناء بريو يعني بحافظ على سن الالم اسناء البري بتاعه تمام مع مراعاة تحديد الاطوال كما وضحنا قبل كده يعني احنا قلنا ان السن الرصاص بيبقى طوله ملي والسن المخروط الخشبي ده بيبقى طوله من اتنين الى يعني هنا تقريبا سنتي الى اتنين ملي وهنا اتنين سنتي الى اتنين سنتي واربعة من ايه واربعة من عشر ده المقصود بترقيق او تدقيق السن الرصاص او مقصود بالحفاظ على الابعاد بتاعته من المقصود اللي انا المفروض ان انا اشتغل بيها كده يبقى احنا خدنا مع بعض مجموعة من الادوات وهنبدأ ان شاء الله نستكمل الادوات وهنستكمل مع بعض مجموعة من العمليات الهندسية البسيطة اللي هنبدأ ان شاء الله نرسمها مع بعض واحدة واحدة علشان نبدأ نتعرف مع بعض ازاي نرسم وازاي خطوات الرسم لكل عملية علشان العمليات دي احنا هنستخدمها مع بعض في رسم المنتجات بعد كده لحد كده وبتنتهي وقت الحلقة شكركم واشكر فريق الاخراج والاعداد شكرا وإلى اللقاء في الحلقة القادمة سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة